هل يمكننا أن نبدأ؟ زملاء الكرام أنا اسمي أولغا كافالي وأنا سأقوم بتيسير هذه الجلسة وأنا مديرة الأمن الوطني السبراني في الأرجنتين ومعي هنا عدد من الأشخاص الذين سيشاركون في هذه الجلسة الرائعة حول تكسير الهوة ما بين الاستجابة للإنترنت وما بين التدابير القائمة معنا السيد كريسوفر بينتر إنه مدير في جي أف سي وهو المنتدى العالمي حول الخبرة السبرانية وهو معروف كخبير في مجال الأمن السبراني معنا عبر الإنترنت السيدة كاتيتسا جرودريجز وهي موجودة معنا عبر الإنترنت من Electronic Frontier Foundation هل أنت معنا؟ مرحبا شكرا على تواجدك هنا هي الآن في نيويورك وهي أصلا من برو من أمريكا اللاتينية معنا أيضا ليسا ستالساك وهي من كلاود فلير هي نائب رئيس هذه المنظمة فمرحبا بكم جميعا أيها المتحدثين مرحبا بكم وأنا أرحب بكم جميعا في هذه الجلسة أود أن أقدم لكم إليزابيتا بياكوبا وهي رئيسة التحالف الخاص بحماية الأطفال فأريد أن أتأكد أنها موجودة معنا عبر الإنترنت ومعنا أيضا رودريجز هرناندز وهو وكيل وزارة الاتصالات في كوبا فمرحبا بك ومعنا أيضا فلاكي أولاجونيو وهو مسؤول المشاريع حول أمن السبراني والتطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية من دول غربي أفريقيا إكواس فإذا يمكن أن نبدأ شكرا على تواجدكم معنا هنا شخصيا أو عبر الإنترنت ما هو الهدف من هذه الجلسة؟ هناك عدد من المنتديات والجهود والأنشطة التي تتعلق بمكافحة الهجمات السبرانية وتقوية الأمن السبرانية هناك مبادرات إقليمية إلى آخره ولكن نريد أن نعرف كيف يمكن لهذه المبادرات أن تؤثر على المبادرات الوطنية أو كيف تتضافر معها أو تتقاطع معها؟ كيف يتماشى هذا مع أنشطة الشركات التي تريد أن تبني أفضل الممارسات؟ هل هذه علاقة حقيقية؟ هل هناك فعلا قصد من أن تكون هناك جهود متضافرة؟ هل هناك صلة؟ هل هناك طرق تمكننا من أن نقوم بتعزيز هذا العمل؟ فإذن نحن قمنا بإعداد بعض الأفكار وبعض الأسئلة وأنا سأعطي الكلمة الآن لتريسي الذي سيعلق على هذا الموضوع أنا أردت أن أضيف إلى ما قلته بالفعل هناك بعض الممارسات الفضلة ونريد أن نعرف ما هو لب الموضوع ما هي التجارب على أرض الواقع والخبرات التي قمتم باكتسابها في مجال الأمنة السبرانية؟ ما هي الممارسات الفضلة والتدابير والدروس المستفادة التي استخلصتموها؟ هذا هو الهدف من جلسة هذا اليوم وأتمنى أن نتعامل مع هذه الموضوعات وأيضا أن نستمع إلى بعض الأسئلة من الجمهور فدعونا إذن نتعامل مع الأمور الحقيقية التطبيق وليس النظرية شكرا تريسي إذا تحدثتم مع هذا المتحدث وسألتموه كريستوفر إلى أين ستسافر في الشهر المقبل ستجدون أنه سيغطي جميع أنحاء العالم إذن كريستوفر كيف يمكن للمجموعة العمل مفتوحة العضوية التباعة للأمم المتحدة والجهات المماثلة كيف يمكنها أن تدرج الخبرات التي استفدناها من الممارسين في عمالها شكرا إذا كنتم تتساءلون عن هذا الوسام الذي أرتديه فأنا عندما غادرت حكومة اليابان فأهديت هذا أو منحت هذا الوسام وسام الشمس الساطعة وهذه المرة الأولى التي أظهر بها بهذا الوسام وهذا كان تقديرا لعملي في مجال الأمن السبراني أنا لدي خبرة طويلة في مجال الأمن السبراني عملت أولا كممثل للدعاء في هذا المجال كان هذا في إطار وزارة العدل في الولايات المتحدة وأنا طبعا أعرف أن هذه ليست المؤسسة الوحيدة التي تعمل في هذا المجال هناك الكثير من العمل الذي يتم في خارج الأمم المتحدة أيضا في هذا المجال وهناك في الكثير من الدول أشخاص كرسوا حياتهم لمحاولة فهم هذا الموضوع وطبعا من الرائع أن يجتمع أفراد من مختلف أنحاء العالم لكي يناقشوا هذا الموضوع وطبعا هناك أمور كثيرة تدفعها الجوانب الجيوسياسية ولكن طبعا هناك أمور تدفعها الأمور العملية من المهم أن نعرف في إطار الأمن السبراني كيف يتم مناقشة أو التفاوض حول المعاهدات المختلفة كيف يتم التحقيق في جرائم السبرانية كيف يمكن أن نحترم حقوق الإنسان في هذا العمل هل يأتي الخبراء من الحكومة ومن خارجها أم لا فهناك إذن الكثير من الأمور التي يجب أن نأخذها في الاعتبار عندما نتعامل مع هذا الموضوع وأعتقد أن معاهدة الأمن السبرانية التي تبني على معاهدة بودابست أعتقد أنها جيدة للغاية وبالنسبة للمجموعة مفتوحة العضوية طبعا هناك اختلافات جيوسياسية كثيرة وهذه المجموعة من الجيد أنها تكتمع وأنها تتحدث لأن هذا أمر لم يكن يحدث من قبل وكل بلد مطلوب منه أن يساهم في هذا الموضوع ولكني أعتقد أن هناك فجوة ما بين المستوى السياسي ومستوى التطبيق ونحن علينا أن نجسر هذه الهوة فنحتاج إذن إلى توصيل ما بين صناع السياسات وما بين الذين يعملون على أرض الواقع فنحن نحاول أن نحمي شبكاتنا من الهجمات السبرانية وهناك مسألة هامة أريد أن أقولها بالنسبة لما يطلق عليه اسم رانسموير فهذه هي البرمجيات التي يحاول المهاجم من خلالها أن يقتحم حواسيب الآخرين فإنها من الأمور الخطيرة إن هناك الكثير من الجهود التي تم بذلها من أجل التعمل مع هذا الموضوع وعلينا أن ندعم هذه الجهود ليس فقط هنا في هذه القاعة ولكن أيضا خارج ذلك شكرا كريس على تسليتك الدوء على مسألة المهمة وهي تكسير الهوى أو بناء الحوار ما بين المفاوضين وما بين الفنيين ما بين صناع القرار وما بين العاملين على أرض الواقع أعتقد أن صناع السياسات يخشون هذا الموضوع لأنهم لا يفهمونه أو يعتقدون أنهم لا يفهمون الجوانب الفنية حق الفهم فإذن أعتقد أنه عليهم أن يتخطوا هذه العقبة أن يحاولوا أن يفهموا هذا الموضوع لكي يتمكنوا من التعامل معه الآن سأنتقل إلى زميلتنا في نيويورك أنا سعيدة برؤيتك عبر الإنترنت لقد مضى وقت طويل منذ التقينا وجه الواجه كتيتسا إذا ما أخذنا في الاعتبار دور وسائل الإعلام كيف يمكن لهذه الوسائل أن تيسر من اتخاذ القرار وكيف يمكن التوصل الفعال حول الهجمات السبرانية ومخاطر الأمن السبرانية أن يساهم في سد الفجوة ما بين المفاوضات والجهود العملية وتعزيز الوعي العام وتأسيل اتخاذ القرارات المستنيرة مرحبا بكم جميعا أردت أن أبدأ بأن أقول أن عملي يركز على موضوع الخصوصية وسرية المعلومات وأنا شاركت الوقت طويل في النقاشات حول سياسات الأمن السبراني والقضايا التشريعية من المجتمع المدني من منظور المجتمع المدني وكان هذا جزء كبير من عملي في اتفاقية الأمم المتحدة والمفاوضات الجارية حاليا في فيينا ونيويورك كان هناك الكثير من العمليات التي أجريت على المستوى العالمي وكما قال المتحدة السابق شاركت فيها الدول الأعضاء من مختلف إنحاء العالم وكانت هناك ست جاولات من المفاوضات والكثير من الخلاف في وجهات النظر حول هذه الاتفاقية وكان هذا يتعلق بأمور مختلفة فإن أمن الوسائط مشكلة تواجهنا في مختلف أنحاء العالم من انتهاك البيانات إلى ما يطلق عليه باسم رانسموار أي البرامج التي تحاول أن تختطف حواسيب الآخرين وهناك أمور تقلص من حقوق الإنسان فنحن نريد أن تتحسن هذه الأمور وأن نقوم بحماية الإنترنت من الهجمات الشريرة إذا صح التعبير هناك الكثير من البرامج والأدوات والنظم التي لا تتمتع بحماية كافية وإذن علينا جميعا أن نعمله سواء في القطاعين العام والخاص وعلى المستوى المحلي والدولي على حماية أنفسنا من هذه البرمجيات الشريرة ونحن نعتقد أن وسائل الإعلام يمكنها أن تصلت الضوء على ما يجري في هذا المجال من ناحية عمل الباحثين من ناحية المدربين على تحقيق الأمن الرقمي كيف يمكن أن نقوم بحماية حقوقنا وإن هناك الكثير من المتخصصين الذين يعملون في الشركات التقنية وقد قاموا بإعداد أو وضع البحاث في مجال الأمن السبراني كأولوية فيمكن لوسائل الإعلام أن تقدم هذه القصص وهذه التحديات وهذه المساهمات يمكنها أن تطفي وجها إنسانيا على هذا العمل في مجال الأمن السبراني أيضا أن هناك تحديات خاصة بالأمن السبراني التي نحتاج أن نفهمها بصورة أفضل فهذا يحتاج مننا إلى التعليم وإلى التثقيف وأيضا نحتاج إلى الحماية القانونية حماية الباحثين في هذا المجال أيضا هناك جهود تمت على المستوى الأممي مثلا اتفاقية الأمم المتحدة للجرائم السبرانية أو لمجافحة الجرائم السبرانية وهي الآن قيدة المباحثات ولكن هناك تركيز فقط على سلطات إنفاذ القانون وهذا معناه أنه لن نتمكن من تحقيق المرجو فنحن نحتاج إلى أمور أكثر من ذلك حتى نتعامل مع ما ينتقس من شأن حقوق الإنسان ومن حرية التعبير عبر الإنترنت هناك أمور يمكن أن تؤثر على عمل الناس على حياتهم فنحن يجب أن لا نركز على جانب بعينه فقط وإن هناك جوانب من هذه الاتفاقية المتعلقة بتجريم المرتكب الجرائم السبرانية وهناك أمور مثلاً تجعل الحكومات من سلطتها أن تجبر الأشخاص على أن في الشركات مثل المهندسي الشؤون الإلكترونية أن يفسحوا عن كلمات السر بالنسبة لموظفين في شركات وذلك بدون علمهم فهذا طبعاً لا يتماشى مع الكثير من المبادئ فإذن نحن نحتاج إلى وجهة النظر الأعم والأشمل هذا أمر هام لأن هذا يوضح أن المجال الخاص بالأمن السبراني لا يتعلق فقط باللصوص وبالشرطة أن هناك الكثير من الأشخاص خارج نطاق إنفاذ القانون الذين يؤدون دوراً هاماً أيضاً يجب أن نركز على أن الهجمات السبرانية يمكن أن تتم مجابهتها فإذن وسائل الإعلام يمكن أن تزيل أو تميط اللثام عن مثل هذه الأمور وأخيراً يمكن أيضاً أن نوضح فرص التعاون من أجل تقوية بنياتنا التحتية على سبيل المثال فإن شركات الإنترنت يمكن أن تتعاون مع أطراف مختلفة لتحقيق ذلك أنت تقدمت ببعض الجوانب الهامة وأهمية معرفة أوجه النقص مثلاً أو أوجه الضعف من ضمنها نحن مثلاً في الأرجنتين نعرف أوجه الضعف هذه ونحن نتواصل مع الجهات المعنية في الحكومات بشأن ذلك بالأمس كنا نتحدث عن هذا الموضوع أنه في بعض الأحيان نعرف عن الهجمات من شركات وسائل الإعلام وفي بعض الأحيان فلا يتم تقاسم كاف للمعلومات وهذا يصل الضوء على أهمية دور وسائل الأعلام أود أن أطرح سؤالاً على أليسا كيف يمكن لمنتد حوكمة الإنترنت أن يؤدي دوراً استباقياً في تعزيز المقاربة التي تركز على الإنسان في مجال الأمن السبراني وتسهيل تبادل الرؤى والخبرات بين مبادرات الأمن السبراني العالمية والجهود العملية على أرض الواقع فهذا هو الهدف من هذه الجلسة فمرحباً وشكراً على تواجدك معنا شكراً على دعوتي أعتقد أنه من الجيد أن أعطيكم خلفي عن سبب تواجدي هنا على خشبتي هذا المسرح كلاود فلير عبارة عن شركة تقدم المعدات ولها عمليات في أكثر من مئة دولة ونحن نحمي العالم ملايين أشخاص في العالم من الهجمات السبرانية ونحن مثلاً نعمل مع الشركات وأيضاً نقوم بحماية الكثير من الشبكات الداخلية من الهجمات السبرانية إحدى الأمور التي نقوم بها في كلاود فلير هي أن نسهل على الناس أن يقوموا بحماية أنفسهم ونحن نعود إلى المثل القائل الوقاية خير من العلاج فإذن الوقاية أفضل أن نقوم بها بدلاً من أن نتعامل مع الهجمات السبرانية التي تمت بالفعل فإذن الأمر لا يتعلق فقط بإنفاذ القانون ولكنه يتعلق بالوقاية في المقام الأول فإذن نحن ننظر في الحلول مثلاً مثل المعدات والأجهزة التي تتمتع بحماية من حيث تصميمها أيضاً نحن يجب أن ندرك أن الجرائم السبرانية هي ظاهرة عالمية وفي بعض الأحيان هذا يعني أنه من الضروري أن يكون هناك تعاون ما بين أجهزة إنفاذ القانون وفي بعض الأحيان تكون هناك عوائق أمام هذا التعاون لذا علينا أن نتعامل مع هذه العوائق أما بالنسبة للمنتدى فنحن لدينا عدد من المبادرات من أجل توفير الحماية للجهات الهشة أو الضعيفة ونحن نحاول أن نفهم الناس كيف يمكن أن يقوموا بحماية أنفسهم من الهجمات السبرانية وإن هذا المنتدى مكان يمكن أن تتناقشوا فيه بشأن المبادرات المتاحة وما هي الخطوات الخاصة بالحماية التي يمكن أن يوفرها الشخص لنفسه والشيء المبهر بشأن هذا المنتدى هو أنه منتدى يضم مختلف الأطراف المعنية ليس فقط الحكومات ولكن أيضا الصناعات والمجتمع المدني وأطراف أخرى فإذن أنتم تقومون بتجميع كل القطع في مكان واحد ففكروا في هذا الأمر من الجانب العملي ستجدون أن هذه من أكبر مزايا المنتدى لأن الجميع إذن سيكون على علم بالمبادرات المتاحة والموجودة ما هي التحديات وكيف يمكن التحكم فيها أو التغلب عليها شكرا أليسا على تصليتك الضوء على أن المنتدى يؤدي دور الجسر ما بين الأطراف المختلفة وأيضا كيف أن الكل هنا يقف على قدم المساواة من السلطات الوزراء الخبراء المجتمع المدني خبراء من المجتمع التقني الجميع يقف جنبا إلى جنب يحتسي القهوة أو يتناول وجباته في معيتي الآخر أيضا هناك بعض العوائق التي تمنع بعض المشاركين من تقاسم المعلومات من أطراف أخرى ويمكن التعامل مع هذا الآن أعطي الكلمة لتريسي شكرا أولغا لدي بعض النقاط التنظيمية في نهاية هذه الجولة من الأسئلة سنطلب منكم إذا أردتم أن تطرح الأسئلة أن تأتوا إلى المايكروفون مايكروفونات هنا موجودة في مختلف أنحاء القاعة لكي تطرحوا الأسئلة وثانيا أحد المتحدثين سيتحدث بالإسبانية فمعنى هذا أنه إذا كانت الترجمة غير متاحة لكم ولا تتحدثون الإسبانية فأرجو أن تحاولوا أن تجدوا أجهزة الترجمة أو أن تستمعوا إلى الترجمة عبر الإنترنت إذن سننتقل الآن إلى زميلتنا إليزابيتا بلياكوبا وهي رئيسة التحالف من أجل حماية الأطفال في البيئة الرقمية إذن إليزابيتا لدي سؤال كيف يمكننا تعزيز اعتماد أفضل الممارسات مثل أليات التنظيم الذاتي والمبادرات الاجتماعية للتعزيز التعاون في مكافحة التهديدات الرقمية والحد من المخاطر مع التركيز بشكل خاص على حماية الأطفال في بيئة الإنترنت إليزابيتا لك الكلمة شكرا جزيلا هذه مسألة أهمة فإن حماية الأطفال مسألة ذات أهمية شديدة وهذا أمر زاد في الفترة الماضية وهذا أمر نقوم به في إطار الحماية حماية الأطفال إن حماية الأجيل الشابة مفتاح تنمية كل أمة وكذلك المجتمع الدولي ومن ثم فإن البيئة الرقمية الأمنة للأطفال هي القيمة الأساسية للتحالف الذي أنشئ مؤخرا في روسيا لحماية الأطفال في البيئة الرقمية التحالف هو جهد التعاوني لجاركات التكنولوجيا الروسية الكبرى وأن هذا ليس استثناء فكما هو الحال خلال قمة بريكس أعرباء والزراء التنمية الرقمية على التزامهم بهذه الحماية وهذا أمر مهم ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا في بلدان الجنوب العالمي أنا أتحدث نيابة عن صناعة تكنولوجيات المعلومات الروسية ويمكن أن أقول أن الالتزامات التوعية للمنصات الرقمية واللعبين الأساسيين في سوق تكنولوجيا المعلومات هي الطريقة الأكثر فعالية لتعبئات وحشد كل ما يهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت واسمحوا لي أن أقضى مرة أخرى إلى أن هذه مبادرة مستقلة هذا التحالف يعزز حماية جيل الشباب من الجرائم الإلكترونية ليس من خلال القيود ولكن من خلال التعليم وإنشاء محتوى إيجابية مثل الألعاب والبودكاست والأشكال المختلفة التي تجذب الأطفال وهذا يتضمن مساء تتعلق بحقوق الأطفال على الإنترنت هذا يعتبر قانونا لينا لأنه يعتبر الطفلة كشخص إضافة إلى تشييده على قضايا الخصوصية والشمولية إحدى النقاط الرئيسية المعبر عنها في الميثاق هي التنظيم الذاتي لمنصات الرقمية من حيث الإشراف الاستباق على المحتوى هذا يعني أن المنصات تتعاهد باتخاذ خطوات لمنع انتشار المحتوى السلبي الذي قد يضر بالأطفال بالإضافة إلى ذلك يعمل تحالف أيضا على تحسين محو الأمية الرقمية للأطفال والكبار يشمل ذلك توفير برامج وأنشطة تدريبية تهدف إلى تطوير سلوك آمن عبر الإنترنت على مدار 1.5 عام من وجوده عقد التحالف أكثر من 20 حدثا لتحسين محو الأمية الرقمية للأطفال والبالغين وذلك من أجل حماية الأطلاف من المحتوى السلبي والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت دون تدخل على الحكومة نظرا إلى المخاطر التي تعرضت لها الأطفال تجد الإشارة أيضا لأن أكبر مشكلة ألا وهي تهديد الاستغلال والاعتداء الجنسيين لم يكن نسال عن مرتكب الجرائم الجنسية الاتصال بدحاياهم المحتملين ومشاركة أسور والتشجيع الأخرين على التكاب الجرائم نرى وفقا لمصادر الأمم المتحدة حوالي 80% من الأطفال في 25 دولة عن شعورهم بخطر الاعتداء الجنسي أو الاستغلال عبر الإنترنت إن هذه المشكلة إضافة إلى وفرة المحتوى الذي يحتوي على صور مشاهدة طبيعة جنسية يمكن أن تسبب صدمة نفسية للطفل وهي المشكلة الأكثر حدة التي تحتاج إلى حل لأسف نحن لم نتمكن حل هذه المشكلة وعلى الرغم من الجهود التي بذلت والأسيامة في منظمة الصحة العالمية فإنه لم نتمكن من منع العنف عام 2022 صدر تقرير يشدد على الاعتداء الجنسي على الأطفال وصلت ضوء على الأهمية الخاصة لهذه القضية يؤكد تحافل لفوي بروتكت أو نحن نحمي العالم على مصدر المعلومات الخاصة به ويشير التقرير أنه أصبح الوصول إلى مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت أسهل ويزداد حجمه لدرجة أننا نشهد تسونامي أو دفق لم يسبق له أسير من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت نحن نعرف بأنه بثلاث نقرات فقط يمكن الوصول إلى محتوى مؤلم للغاية ويمكن أن يسبب صدمة نفسية خطيرة ويجب أن نتخذ قرارات وأيضا تدبير بهذا الشأن في الوقت نفسي الواضح أن الإحساءات العامة بما يتعلق بالعواقب السلبية على صحة الطفلة تتعكس الصورة الحقيقية ولهذا فإن القانون عليه أن نعمل عنفاذ القانون وما هي الخطوات الإضافية التي يمكننا اتخاذها كيف يمكننا مكافحة الاعتداء الجنسي وكيف يمكن أن نمنع انتشار المحتوى الجنسي الصريح الذي يهدد صحة العقلية للأطفال التدابير الأكثر فعالية وعملية في رأينا هي تبادل البيانات بشأن توطين المواد الضارة والخاطرة على الأطفال تبادل البيانات بشكل الأساديب والآليات الجديدة التي يستخدمها المجرمون مثلا إنشاء قوائم سوداء للموارد مع الاحتيال التي تشير الاحتيال والمواد الإباحية على الأطفال فضلا عن تبادل البيانات بين المهاجمين والمجرمين أنفسهم والذين يسمون بالمفترسين علينا أن ننظر إلى وقف كافة ما يمكن وقف المحتوى الدار والخطير ويجب القيامة بذلك على مستوى البلدان إضافة إلى أنه على مستوى المنظمات بغية حماية الأطفال على الإنترنت يجب أيضا أن يكون لدينا حملات مثلا عام 2022 9126 واحدة من المحتوى في فئة توزيع محتوى الأطفال الجنسي استخدمت قاعدة بيانات التجزئة ومع تطوير قاعدة البيانات في يناير تمت إزالة 41232 واحدة من المحتوى بالفعل في هذه الفئة نحن نتطلع لمشاركتكم في كافة المناقشات لحماية الأطفال شكرا جزيلا على انتباهكم أعتقد بأن هناك العديد من المسائل التي كانت مهمة 80% أنت ذكرت 8% من الأطفال هذا يعتبر عددا عاليا جدا نحن في بلداننا لدينا مشكلة الاتجارة بالأطفال وقد تفاقم الوضع مع الإنترنت يجب أن ننظر في هذه المسائل يمكن أن نعطي أمثلة حول مكافحة هذه المسائل مثلا وضع القوائم السوداء وغيرها من التدابير التي سمعناها في هذه المداخلة إذن نحن سنستمع إليكم لكي نعرف ما الذي كنتم به في روسيا من أجل مكافحة هذه المشكلة والآن أود أن أطرح السؤال على السيدة إرنانديز وهو السؤال التالي إن التهديدات السيبرانية تتفاقم وهناك تدابير يجب اتخاذها على المستوى الدولي ما هو رأيكم في هذا الموضوع وما هي التدابير التي برأيكم يمكن أن تخفف من هذه المخاطر وكيل الوزير شكرا تفضل شكرا يسعدني أن أتشاطر معكم آرائي حول هذه المواضيع التي أعتبرها ذات أهمية كبرى بالنسبة لكافة الإنسانية قبل كل شيء علينا أن نوسم الفضاء السيبراني حيث يتم تطوير كل شيء مما لا شك فيه بأن هناك إمكانيات فيما يتعلق بهذه التهديدات وهناك أيضا استراتيجيات تضعها بعض الدول التي تتضمن أيضا إمكانية استخدام الأسلحة السيبرانية وإطلاق الحملات بهذا المجال مما لا شك فيه بأن هناك إمكانية درء هذه الحملات ووقف كل أعدائنا ويمكن مثلا تحويل الفضاء السيبراني إلى مسرح لحرب وهذا يعتبر شيئا خطيرا نحن يجب أن نتمكن من إيجاد التدابير التي ترد على هذه التهديدات هذا أولا ثانيا هناك أيضا خرق للمنظومات الحاسوبية من قبل أشخاص أفراد وبنظمات وأيضا حكومات التي تشن حربا على حكومات أخرى ويمكن أن تؤدي إلى حروب دولية إن غياب التدابير فيما يتعلق بوسائل الإعلام الإلكترونية أمر مهم يجب أن يكون هناك تدخلا عن طريق وقف خطاب الكراهية أو كل ما يمكن أن يدوى إلى العنف وإلى زعزعة الاستقرار وإضافة إلى توزيع ونشر الأخبار الزائفة بأهداف سياسية ضد دول أخرى وإنه بالإضافة إلى ذلك فإن هناك تهديدا متزايدا للدول التي تشن عليها هذه الحروب يجب إذن الامتثال بالمبادئ والقيمة الدولية نرى بأن هناك حرب من الجيل الرابع حسب ما تسمى والتي هي متأصلة في التلاعب بالمشاعر وعن طريق نشر بيانات خاطئة انتهاكا لمبادئ حماية البيانات الشخصية هناك العديد من الشركات التي تشارك في هذه الجهود وحولتها إلى فرص أعمال ولذلك فإنه يجب منهضة كل هذه الأساليب للحروب غير التقليدية ويجب مكافحة ذلك عن طريق مواثيقة للأمم المتحدة هذه السؤال هو ما الذي يمكن أن نقوم به من أجل مواجهة هذه المخاطر قبل كل شيء يجب أن نلتزم دوليا حتى تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض سلمية والتعاون إضافة إلى تطوير البلدان لأغراض التنمية ويجب أن نوقف كل هذه المحاولات التي تهدف إلى وقف عملية التنمية في هذه البلدان هذا أمر مهم جدا كنا قد تحدثنا عن ذلك سابقا نحن بحاجة إلى آلية دولية ملزمة تستند إلى القانون الدولي وتستطيع أن تسد الصغرات في الأمن السيبراني ويمكن أن ترفع التحديات فيما يتعلق بالتعاون الدولي من الضروري زيادة التعاون حتى نتمكن أن نرد على هذه الهجومات نحن يجب أن نتبادل المعلومات مع حفظ سرياتها ويجب أن نحرص على احترام كافة القوانين يجب أن نرسي أو أن نبدأ بآليات تمكننا من التعامل مع كافة هذه المشاكل إضافة إلى تعزيز إمكانياتنا فيما يتعلق بالرد على هذه الهجومات السيبرانية ويجب أيضا أن نستخدم مصطلحات ومرتفقة عليها وأخيرا يجب أن نضع آلية متعددة الأوجه بالتعاون مع الأمم المتحدة حتى نتمكن من وقف هذه الحوادث التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لها شكرا نحن نعرف بأنه يمكن استخدام القانون الدولي من أجل الحرص على مشاركة الجهات الحكومية أعتقد بأنك أيضا طلبت أن يستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض السلم والتنمية هذه هي من الأمور التي يجب أن نشدد عليها حتى تتمكن من أن تلعب دورة مكمل لما قد تم التواصل إليه على السعيد الدولي في هذا الصدد شكرا جزيلا على هذه الكلمة أنا أكيد بأن هناك أسئلة حول هذه المواضيع والآن نعطي الكلمة لممثلة الإكواس والتي ستعطينا فكرة عما الذي يحصل في غرب أفريقيا نرى بأن جماعة دول الغربية في أفريقيا تضم 15 دولة ما هي التحديات التي تواجهونها في بلدانكم في مجال التهديد السيبراني ما لا شك فيه بأن هذه المسائل كلها مهمة بالنسبة إلينا بالنسبة لبلدان أفريقيا الغربية نرى بأن 11 دولة من بين دولنا هي من الدول الأقل نموا في العالم وهكذا يمكن أن نتصور التحديات التي تواجهها بالإضافة إلى التهديدات السيبرانية كان هناك غيابا للتعاون الأمر الذي أوقف التعاون الإقليمي نرى بأن التهديدات السيبرانية يمكن أيضا أن تزعزع الثقة على الدول أن تتحاور فيما بينها لحتى تتمكن من وشهة هذه التهديدات إضافة إلى ذلك نحن سمعنا عن اتفاقية بيودابست وملابو ولكن أعتقد بأنه يجب تزويد الدول بالإمكانيات حتى تتمكن من التعاون فيما بينها الموارد هو أمر مهم جدا الموارد التقنية الموارد المالية والموارد البشرية على الصعيد العالمي نحن نعرف بأن هناك صغرة فيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية ولكن في بلدان الأفريقية لدينا مشكلة مختلفة لدينا الإمكانيات البشرية ولكن لدينا عددا كافيا من الخبراء كيف يمكن أن ندرب البقية حتى يكون لدينا وقعا إيجابيا؟ وأن العديد من برامجنا لا تركز على التهديد السيبراني ربما فقط دولتين قد أتيتا أو وضعتا تشريعات بهذا الشأن من ناحية التقنية ليس لدينا أجهزة وما نحتاج إليه من معدات لكي نطلع بما هو ضروري من أجل مكافحة هذه التهديدات إن المنطقة لا تنظر إلى التهديدات السيبرانية على أنها حرب من ناحية طريقة التفكير أعتقد بأنه يمكن أيضا أن نغير طريقة النظرة في هذه المسائل الكل يتحدث عن مرحلة ما قبل كوفيد ومرحلة ما بعد كوفيد الكوفيد أدت إلى كعديد من التغييرات في المنطقة هناك كان هناك مسائل متعلقة بتنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا قبل كوفيد ولكن بعد كوفيد كان لدينا أدخال لرقمنا وكنا نريد أن نلبي الاحتياجيات اليومية لسكاننا إن كوفيد أتى بشيء إيجابي فإن المسائل المتعلقة بالرقمنا أصبحت من الأولوية أصبحت البلدان تفكر بالأمنة السيبرانية وقد تلقت هذه المواضيع الانتباه التي تحتاج إليه ولسيما على صعيد الدولة الآن علينا أن نحث دولنا على خطوات إضافية فيما يتعلق بتثبيت الأمن السيبراني وعلينا الدول الخمسة عشر في الإكواس أن تعمل معا وأن تتعاون نحن لدينا اتفاقيات فيما يتعلق بالحركة الحرة للسلع وللأشخاص ويمكن أن نحظ والحز ونفسه بالنسبة للقضايا السيبرانية هناك أمر آخر نحن بحاجة إلى تطوير البنية التحتية أنا سأتحدث عن أفريقيا غرب أفريقيا نحن نرى بأن التكنولوجيا المعلومات ينظر إلينا بأنه ليس لدينا طاقة بشكل يكفي فيما يتعلق بالبنية التحتية إذا ما رجعنا ثلاثة أو أربعة سنوات إلى الوراء إذا كان هناك تهديدا سيبرانيا فنرى بأن الناس قد يكونوا معتدين على فكرة عدم توفر البنية التحتية نحن الآن نحاول أن نشجع بناء هذه البناء التحتية وأن ننشر الوعي حول كيفية العمل ضمن بلداننا حتى نعزز التعاون فيما بين الحكومات هناك أيضا تعاون على الصعيد الثنائي طبعا نحن الوضع لدينا هو مختلف عما هو في الخارج مما لا شك فيه بأن الدول لدينا تبلي حسنا فيما يتعلق بحلق لحق بالركب الدول الأخرى لكي تبرهن بأنه معا يمكن أن تواشه هذه التحديات من الأمور التي سمعناها بالنسبة لحماية الأطفال هو تبادل البيانات الأمر يتعلق بالأطفال وهذا مهم جدا ولكن ينبغي أن نتبادل المعلومات فيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية بشكل عام من هذا الأمر نحن نفتقر إليه هنا في بلداننا وعلينا أن نحسنه سمعنا أيضا من السيدة رودريجاز عن الحوافز نحن لدينا ليس لدينا حوافز كافية يجب أن نجد طريقة مبدعة لكي نشجع الخطاع الخاص وكذلك الحكومة على أعطاء الحوافز مثلا عن طريق التدريب إعادة التأهيل والتدريب وأيضا ضمان مشاركة القطاع الخاص حتى نتمكن من تحسين بنيتنا التحتية ومنظوماتنا فيما تعلق بمواجهة التهديدات السيبرانية شكرا نود أن نشكرك على كافة النقاط التي اكترحتها فيما يتعلق بتدابير مشتركة أنا أعتقد بأنه نعم لدينا لدينا فرصة هنا لكي نتبادل المعلومات بشأن الفضل الممارسات نحن نرى بأنه أيضا يمكن أن نعمل على مستوى القطاعات في غرب أفريقيا ويمكن أن نحظر بلدنا أخرى أنت تحدثت عن الموارد المحدودة سواء كانت الموارد الملموسة أو الموارد البشرية برأيي أننا نحن بحاجة إلى المساعدة وأنا على يقين أنه معا يمكن أن نحرز تقدما في هذا المجال الآن ننتقل إلى جلسة الأسئلة والإجابات أولغا هل يمكن أن نطلب من الحضور أن يطرح أسئلة؟ هل لديكم أية أسئلة تطرحونها على أعضاء هذه الجلسة؟ وهناك مايكروفونات في القاعة يمكن أن تستخدمونها؟ أو أيضا يمكن أن نستقبل أسئلة من المشاركين عبر الإنترنت أرى بأن فترة بعض الظهر اليوم هي هادئة جدا في هذه الأثناء أود أن أشكر المتحدثة السابقة على ما قالته وتحدثت عن نقاط نتشاطرها نحن في الدول النامية وخارج أفريقيا لن نرى بأن هناك تعقيبات في القاعدة؟ أو هل هناك أسئلة من المشاركين عبر الإنترنت؟ ننتظر لحظة لدينا سؤالا واحدا من رياض حسن وهو نائب رئيس القسم الخاص بالشبان في إيطالة متضحة وكمة الإنترنت والسؤال هو كيف يمكن أن نستخدم التكنولوجيات من أجل حفظ الأمن السيبراني؟ هل السؤال موجه إلى متحدث بشكل خاص؟ كلا، إذن كيف يمكن أن نضمن الاستخدام الفعال للتكنولوجيات الناشئة من أجل ضمان الأمن السيبراني؟ إذن الأمن تعلق بالاستخدام الفعال لهذه التكنولوجيات الناشئة من أجل ضمان الأمن السيبراني؟ هل تريد دينا الإجابة؟ نعم، أعتقد بأننا نتحدث كثيرا اليوم عن فكرة ضمان الأمن من خلال التصاميم نحن سمعنا الكثير من ذلك في منتدى حوكمة الإنترنت وقد سمعنا بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورا إيجابيا فيما يتعلق بتدعيم هذا الأمن السيبراني وهناك إذن هناك الكثير من التطبيقات التي يمكن استخدامها في هذا المجال هناك العديد من المنظومات التي يمكن أن يساعد فيها الذكاء الاصطناعي شأن التعرف على نقاط الضعف إضافة إلى التصحيح بالوقت الحقيقي لكل الشوائب أعتقد بأن كل ذلك سنراه قريبا يجب أن يكون لدينا منظومات قائمة بهذا الشأن هذا مهم برأي أننا نحن على الطريق الصحيح وهذا أمر يتطلب تعاونا دوليا نحن نعتقد بأن تشاطر المعلومات أمر مهم جدا ولسيما في مجال التقني والذكاء الاصطناعي تطلبان البيانات الضخمة ونحن بحاجة إلى أنظمة تسمح باستعاب هذه البيانات الضخمة بشكل أيضا يؤدي إلى الأمن السيبراني أنا وافق المتحدثة السابقة رأيها مما لا شك فيه بأن التهديدات السيبرانية تتضمن شيئا لم نتحدث عنه أعتقد بأن زميلتي من أفريقيا الغربية من غربي أفريقيا تحدثت عن ذلك أعتقد بأنه عندما يكون في البلدان النامية وفي دول الجنوب يهم بحاجة إلى المساعدة إلى بناء الكدرات حتى يتمكنوا من مواجهة هذه التهديدات سواء كانت إجرامية أو ضد الحكومات ويجب أن تشارك في وضع التدابير وأيضا في وضعها موضع التنفيذ فهي أيضا بحاجة الاستراتيجيات الوطنية هم يحتاجون إلى كل ذلك وأضيف إلى ذلك التكنولوجيات الناشئة والجديدة عادة ما ننسى عن الأسس التي نحتاج إليها من أجل استخدام هذه التكنولوجيات ففعلا نحن بحاجة إلى تدعيم هذه الإمكانيات من خلال أصحاب المصلحة الدول المجتمع المدني إلى آخره نحن علينا أن نعمل مع الجميع حتى نحرص على أن الجميع سيلحقوا بركب هذه التغيرات وتطورات حتى نتمكن من أن نعمل معنا عندما نفكر بالمجالات التطبيقية نحن بحاجة إلى مساعدة الدول لحماية نفسها من التهديدات القائمة والتهديدات التي يمكن أن تنشأها في المستقبل شكرا لدينا زميلين ولكن لا أعرف من نبدأ الزميل على اليمين هو الذي كان هنا قبلي شكرا جاسي لإسمي دمسن أوفوريه وأنا من أبو جا في نيجيريا أنا لدي تعقبين أود قبل كل شيء أن أشكر المتحدثين على عملهم فإنه عمل إيجابي جدا هذا أولا ثانيا أود أن أعقب على ما سمعته بالنسبة لمساعدة غرب أفريقيا فهناك مسائل نرى بأنها تضعف ولسيما بعد الكوفيد هناك قضية الأمن السيبراني فنحن بحاجة إلى أن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد لأن التهديدات تنتقل من العالم الحقيقي إلى العالم السيبراني ثانيا نرى بأن المفاوضية الاقتصادية كانت تعقف أو تشدد على التنمية وكنا نعتمد على البيانات ونرى بأن هناك 10% من الوعي لهذه التهديدات أنا مع زيادة الوعي فأن هناك زيادة في إجمال الناتج الداخلي وإذا ما أبرزنا ذلك للجميع فعندها يمكن أن نبرز قيمة الاهتمام بهذه المسائل شكرا شكرا أنا كنت في أديس أبابا في اجتماعي منتدى حوكمة الإنترنت وسمعت ما يلي لقد أن هناك الكثير من الاهتمام في العالم قبل كوفيد وبعد كوفيد بالرقمنا عادة لا يكون هناك حوار بين القطاعين الاقتصادي والسيبراني في الدول فنحن نريد أن نشد وعندما نرى الأحصائيات فأننا نرى بأنه من المهم أن نعطي الأولوية لهذه المسائل حتى لا نراها بأنها يمكن أن تكون من العناصر المنفردة التي نحتاج للاهتمام بها في الدول هل أن المشاركين على الإنترنت يريدون التعقيب أو طرح الأسئلة؟ أنا لا أستطيع رفع يدي إلكترونيا لكن هل لي أن أتدخل؟ أنا أود أن أعقب على مقاله كريس نعم نعتقد بأن بلداننا أن الجي أفسي هي تقوم بتبلي حسنا ولكن نعتقد بأن هناك هذا مهم جدا بالنسبة لبلداننا مثل بلداني الغربي أفريقيا ونحن نعمل مع الجي أفسي لكي نرى كيف يمكن أن نشعل هذا التعاون مفيدا لبلداننا إذا ما نظرنا إلى المستوى الدولي فنرى بأنهم لا يعرفون ما هو فعلا مهم بالنسبة لبلدان غربي أفريقيا هذا أولا ثانيا أو عقب على مقاله جيمسون نحن نعرف بأن هناك تقرير للجنة اليونيكا للجنة الاقتصادية لأفريقيا ونحن نحاول أن نشجع الدول الأعضاء على الاهتمام بالمسائل السيبرانية ولكن لذلك فنحن نحتاج إلى بيانات ملموسة حتى نعرف ما يمكن أن نجلبه إلى غرب أفريقيا وكي نعرف بشكل ملموس كيف يمكن أن نكون هناك مشاركة فعلية من قبل المواطنين أود أن أعود إلى قضية آيساكس أنت تحدثت عن نقطة مهمة فنحن قد أدأنا ببرنامج كنا قد أطلقنا منصة مشتركة لتدعيم الأمن السيبراني في أفريقيا وقلنا بأن هذا يمكن أن نعمل فيه من خلال التعاون مع الآيساك ويمكن الاستفادة منه بشكل أفضل شكرا أولغا لا أريد أن أهيمن على الميكروفون ولكن عندي تعليق قبل سنتين أو ثلاث اعترفنا بالضبط بما قلتم ينبغي أن يكون النهج نهجا قائما على الطلب ولا يمكن أن يقدم البرنامج جاهزا هكذا هذا غير مستدام ينبغي أن يتم العمل على صعيد إقليمي وعلى صعيد محلي اللي قد عملنا في مجتمع المختلفة وعقدنا مؤتمرا في غانا وقمنا أيضا بنفس العمل في منطقة أمريكا اللاتينية والكريبي وجنوب أمريكا وفي منطقة الهادي من الأهم أن نجمع بين جميع القليم وتقاسم الدروس بين القليم المختلفة ربما قد يكون هناك اختلاف ما بينها حتى نقنن أو نسوق النهج في الاتجاه الصحيح شكرا الزميل الذي يريد طرح السؤال من القاعة مرحبا اسمي جاكوب بريات أنا من وزارة الخارجية الهولندية عندي سؤال أولا شكرا لكم أجمعين شميل أن نتحدد عن بناء القدرات السبرانية ومكافحة الجريمة السبرانية وعلى تصرفات السبرانية المسؤولة هم جدا أن نتحدث الموضوع إن أردنا أن نوطض قدرة على السمود والانتعاش على الفضاء الافتراضي كان هناك مقترح لاستحدات صك إلزامي قانونيا ولقد تم الحديث على صعيد أممي في هذا الموضوع بكثرة وأتساءل الآن فيما يتعلق بهذه النقاشات مع العلم أنه على مستوى الأمم المتحدة أتفق على أن القانون الدولي ساري تطبيق على الفضاء السبراني وأنا متأكد من أن الخبراء الحقيقيين يعرفون الأمر أكثر مني إذن كيف يسري تطبيق القانون الدولي بالضبط على الفضاء الافتراضي وما هي القواعد الخاصة بالذات التي تطبق فيها وأتساءل إن كانت هذه المفاوضات الجديدة بشأن استحداث صك إلزامي قانوني جديد وهل لها صلة بأدوار الحالية سارية التطبيق في الفضاء السبراني إذن كيف ينطبق كيف ينسحب القانون الدولي على هذا الفضاء لأن هناك فوارق في تأويلنا وتفسيرنا لطريقة تنفيذ القانون الدولي سواء في العالم الفعلي أو في العالم الافتراضي وفيما يتعلق بمنتدانها عندما نتحدث عن القانون الدولي في الفضاء الافتراضي لا ينبغي أن نكتفي بالاستعانة بالحقوقيين المتخصصين في القانون الدولي ينبغي إشراك التقنيين وأن لا نكتفي فقط بالمتخصصين في القانون الدولي شكرا جزيلا على سؤالكم سأحاول الإجاز قدر الإمكان على الوقت المتاح بالفعل ينبغي أن نواكب هذا النقاش الدولي الهام الوارد والذي يرد على سؤالين أو مسألتين الحاجة في إطار قانوني يكمل الإطار المتوفر حاليا ثم مسألة تطبيق القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني في مجال الأمن المرتبط بالتكنولوجيا وهناك أمر آخر ينبغي أن لا ننسى لا ينبغي أن ننسى أننا نوجه الآن سيناريو مختلف تماما عن معاهدناه في الماضي الفضاء السبراني الفضاء الافتراضي هو نسق جديد الموضوعات التي قد تتسبب في صراعات اليوم مختلفة عما كان من مسببات الصراعات في الماضي ولذلك لا يمكن أن نعتقد أن القواعد المعمول بها اليوم بما في ذلك الممارسات الفضلة أي تلك الممارسات التي نحاول تطويرها في الفضاء السبراني لا نعتقد أنها ستكون ضرورية أو كافية لجعل الفضاء السبراني فضاء آمنا تعاونيا وموجها نحو التنمية أنا أرى أننا نتحدث أو أعتقد أننا نتحدث عن التكنولوجية تكنولوجية جديدة تغير المعادلة تماما تكنولوجيات ناشئة فيها فرص وفيها مخاطر لا يمكننا أن نضع كل ثقتنا في الدول حتى تطور كل هذه التراسين ينبغي على جميع الدول أن تتعاون يدا في يد من أجل ضمان من أجل النهوض بفضاء سبراني آمن سلمي موجه نحو التعاون والتنمية لصالح الشعوب على اختلافها شكرا شكرا على هذا السؤال وشكرا للهولندا لأنكم أنتم الذين أطلقتم الفكرة لجيف سي أعتقد أن القواعد القواعد هي نتاج للتعاون بين جميع الدول وهذه القواعد أو المعايير هي طوعية لكن الدول عندما توافقوا على احترامها فعليها أن تكون مسؤولة على تطبيقها ومسؤولة في حال عدم تطبيقها لا يهمنا إجازة أو عدم إجازة معهد جديدة هناك كثير من المعهدات التي تخترق كل يوم أنا أعتقد أن التفكير في معادة في الوقت الراهن فهو مسألة سابقة لأوانها أعتقد أن قائمة من المعايير تكفي في الوقت الراهن وعلينا أن نبني على تلك المعايير فيما بعد وهو تحدي في حد ذاته لأن بعض الدول عندما تنظر إلى المعاهدات فهي تحبد ربما معاهدة متعلقة بالمعلومات الدارة ولكن قد يؤثر ذلك على حريات مثل حرية التعبير أنا أعتقد أن مسألة المعاهدة لم يحن أوانها بعد أما الأكثر الححن الآن هو تعزيز القدرات في هذا الفضاء السبراني عندي إضافة من جهتي ووافق ما قلته يا كريس من منظور القطاع الصناعي ما يهمونه أنه عندما نحاول تحديد بعض الأمور في المعاهدات من مخاول في الصناعة والناصلة إلى مستوى أمن أقل مما نحن فيه الآن في مفاوضات بشأن المعاهدات واجهتنا بعض العراقين مثل مثلا نفاد الباحثين للتمويل فقد نصل إلى عالم فيه تفاوض كبير فيما بين الأقليم والمناطق حسب مقدور الباحثين على الوصول على التمويل علينا إذن نتوقع الحذر نحن بالطبع نفضل المعايير في هذا الفضاء قائمة من المعايير متفق عليها تستقضي تعاونا بين جميع الأطراف إذن نبحث أولا وأساسا عن هذه القائمة وكل ما ينهض بها ويروج لها في الوقت الراهن شكرا أعلم أن الوقت وجيزا لكن لا زال أمامنا سؤال آخر أو إضافي من القاعة تفضلي مرحبا اسمي دكتورة مونة هوك أنا من ألمانيا لقد عملت على مشروعات أوروبية في المجال الصحي والذكاء الاصطناعي خلال العامين المنصرين أنا لست أخصائية تقنية في مجال الذكاء الاصطناعي لكنني خبيرة في دعم الشبكات في داخل الإتحاد الأوروبي وهذا الانطباع الذي سوف أتقسم معكم يرد على ما قاله فليكار أتسأل عندنا كم من هائل من الخبرات في كل أنحاء العام ويعملون فيما بين أكثر من 16 دولة أو 16 دولة لكن مع ذلك ومع ذلك التعاون المعارف المراكمة تدمحل هل لابنا أن نخلق خزانا مؤحدا من المعارف يجمع بين هؤلاء الباحثين وهؤلاء الخبراء غير المتخصصين فقط في الأمن الاستبراني بل حتى أولئك الذين وضعوا هذه المفاهيم لإضافة كل العوام الناقصة في هذه البوثقة مثل العاصر الجنسانية مثلا ربما قد نحتاج إلى ملف ممارسات فضلة ربما قد نحتاج إلى مدربين لخبراء تقنيين مثل علماء نفسه وعلماء العلوم الاجتماعية لا أدري إن كان ذلك ممكنا وإلا فكن هذه المعارف المتراكمة قد تدمحل إن ركزنا فقط على الجوانب التقنية إذن فكرتي هي أن نجمع خزانا فيه خبراء من كل أنحاء العالم ومن إفريقيا حتى تم النفاذ الحقيقي هل يمكن أن نستمع للسؤال الثاني من القاعة ونرد عليهما في نفس الوقت لا أدري إن كان هناك رد فعل من الخبراء المشاركين معنا عن بعض شكرا لك سيدتي على سؤالك لنستمع إلى السيد على يساري القاعة للاستمع على سؤاله لتفضل يا سيدي شكرا لك تريسي اسمي كوسي أميسينو من بنين أنا وزير من وزارة الاقتصاد والمالية من بنين شكرا لفلك على مدخرة عندي سؤال هل من الممكن أن نستخدم تكنولوجيا الشمسية لحل مشكلة النقص في الوصول للكهرباء في غرب أفريقيا شكرا شكرا على يمين القاعة شكرا أقدم لكم نفسي اسمي جانش أعمل في حكومات النبال كسكرتير في مكتب رئيس الوزراء تحدثنا كثيرا عن الأمن السبراني كفحة الجريمة الإلكترونية ولكن منتحدث كثيرا عن الأمن السبراني وأمن الأطفال فيه التقارير تقول أن 20% من الفتيات وواحد من أصل 13 صبي تم استغلالهم جنسيا أو تم تعرضهم للإكراه الجنسي قبل سن الثامنة عشر هل تعتقدون ألا تعتقدون أن هذا تحدي كبير ينبغي أن ينظر إليه بكل جدية أن نعتمد نهجا كاملا أو شاملا للأمن السبراني ربما قد لا يكون مجديا نحتاج إلى جزء خاص بأمن الأطفال على الفضاء السبراني خاص ثانيا أريد أن أركز على ما قاله أحد المتحدثين تعزيز قدرات الأطفال في الإنترنت لإدارة الإنترنت أو في تكنولوجية الإنترنت من خلال تقديم دورات تدريبية لهم على العالم الرقمي من أجل توعيتهم بحقوقهم في المجال الافتراضي أعتقد أن هذا من الأمور الأهم إن أردنا أن نقيم تدابير سلامة في الإنترنت هذه مسألة هامة بسبب الطبيعة العابرة للحدود لهذا الفضاء والذي يحتاج إلى تأمين نحتاج إلى تعاون عابر للحدود إقليمي ودولي بين القطاع الخاص والحكومة والشركة الكبرى في مجال تكنولوجية الاتصالات والمعلومات من الهامة أن تستخدم التكنولوجيا بشكل حكيم من أجل نهضة ومكافحة الاستغلال الجنسي على الإنترنت شكراً عندنا سؤال من روانا ميسرينكا وتقول ما هو تأثير اتفاقية مكافحة الجريمة الإلكترونية على التحقيقات التي تتم في الجرائم الإلكترونية ثم سؤال آخر من طرف أميل ما الذي ينبغي أن نقوم به في حالات عندما ترفض السلطات الوطنية في التحقيق في قضايا الجريمة الإلكترونية ردنا على زميلة ألمانية نعم نحن نرغب تكوين خزان معارف متعددة للجنسيات والأقاليم هناك مجهودات مبدولة من أجل إعداد قاعدة بيانات خبراء على الأقل في منظمة الأمريكيتين ربما قد أخطأ وهناك أيضا مجموعة مفتوحة العضوية عاملة على الأمن السبراني في الأمم المتحدة وهي مجموعة عاملت على استحداث قاعدة بيانات تجمع خبراء الدول المختلفة ليس هذا هو النتيجة التي تبتغينها أنت ولا نبتغيها نحن ولكن على الأقل هو نقطة بداية بالفعل المسألة مكلفة معقدة ولكنها فكرة ينبغي أن تتبع قائمة الأمم المتحدة هي مجرد قائمة نقاط اتصال جهات اتصال لبكافحة الجريمة السبرانية ولكن فكرة كيف هي أهم من ذلك هي أبعد من ذلك عندنا أيضاً أكثر من 800 ممارسة فضلة وتعاونات مختلفة هل تسمعونني؟ شكراً لك ألقاً شكراً لك ألقاً شكراً لك ألقاً طرحت أسئلة عدة خلال هذا النقاش ويكون لها هاماً من بينها سؤال حول تطبيق القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي عموماً فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن معادة أممية لا أعتقد أن لذلك اتصال بالمفاوضات التامة في الأمم المتحدة في إطار المجموعة مفتوحة العضوية تعلمون أن في اتفاق المكافحة الجانبية الإكريمية هناك عدد من الفصول التي تعتبر إلزامية وبعضها الآخر خيارياً والفصل الخاص بالتعاون الدولي هو رهين بالقانون الإنساني الدولي إذن السؤال هو كيف يمكن تحديد مستوى الحماية بالنسبة للخصوصية هذا يعني هو أن دولة التي تريد أن تقدم دعماً لدولة أخرى في تحقيق بشأن جريمة القانون ساري التطبيق حينها سيكون قانون ذلك البلد الذي يقدم الدعم في جمع الأدلة والمفاوضات الجارية بين 190 دولة الآن أو أكثر تتحدث أساساً عن مسألة حماية الخصوصية ولم تتحدث عن باب الأخهام ألا وهو الإختلافات الموجودة في تفسيرات حقوق الإنسان بين دولة ودولة أخرى نتحدث أيضاً عن بعض الدول التي فيها بعض إجراءات المراقبة الاقتحامية مثل اقتحام بيانات شخصية مباشرة في عدد كبير من البلدان حتى أولئك الذين أو أولئك الذين انتقدون الحكومة مثلاً أو الذين يعرفون بأنهم من فئة الميم قد يتم ملاحقتهم إذن ما يتعلق بالتعاون الدولي أولاً بدأ بتحديد الجرائم التي ستخضع للتعاون ينبغي أن نعرف كيف تفسر الدول المتعاونة الجرائم لأن هناك تصرفات تعتبر جريمة في بلد ولا تعتبر جريمة في بلد آخر فهذا إذن من الأمور المثيرة للقلق أما فيما يتعلق برفض التعاون في التحقيقات الجنائية في بعض الأحيان هناك شركات التي ترفض التعاون بحجة حقوق الإنسان فهناك بعض البلدان التي تجرم الانتماء لمجتمع علمين في بعض الأحيان الصحفي قد يجرم بسبب مقال نشره أو في بعض الأحيان ناشط من الناشطين يمكن أيضاً أن يجرم بسبب ما نشره على وسائط من وسائط التواصل الاجتماعي وبالطبع هذه الاتهامات غير متناسبة بتاتاً وطبيعة الجرم المخترف أو المخالفة المخترفة وبتالي هناك بعض الشركات التي تمتنع عن تقديم الدعم بحجة حقوق الإنسان لا نتحدث هنا عن أمر آخر المشكلة التي نوجه الآن هو أن هذا التعاون الدولي سوف يخص أي نوع أنواع الجرائم حسب ما حدد وعرف في القانون الوطني القانون القطري ويصعب حينها أن يتم تأويل ما ذلك التأويل وقد يصعب حتى على الدول الديمقراطية أن تتعاون في بعض الأحيان وقد تلجأ بعض الدول لتوفير معلومات حول ناشطين مثلاً أو بعض الشركات عفواً توفير معلومات حول ناشطين على نشرتهم وقد يعرضون فيما بعد للاعتقال والتعذيب وحتى للاختفاء وهذا طبع مساس جسيم بحقوق الإنسان إذن التعاون الدولي هو مسألة هامة ولكن لا ينبغي أن تعيق التحقيقات الجنائية شكراً أعتقد أنك إلى خسط ماذا تعقد الطبيعة تعاددة الطبيعة الدولية لهذه المسألة شكراً أقترح عليكم أن نستمع لكوساي اسمي كوساي أرشاطي من الكويت تحددنا عن الحاجة في معادة دولية المكافحة لجريمة الإلكترونية أعتقد وأوافقه من قال أن هذا لم يحد أونه البعض في الماضي كان عندنا إعلان بودابست وكان يتحدث عن مكافحة الجريمة الإلكترونية أكثر من أربعين دولة وقعت على ذلك الإعلان ومع ذلك التعاون العابر للحدود على الجريمة الإلكترونية لم يحاول إلى واقع إذا أتساءل أن نحتاج إلى معاهدة أو أن نحتاج إلى توطيد منظمات موجودة مثل الانتربول مثلا الانتربول تعمل في مجال التعاون بين الدول لمكافحة جريمة كترونية تبادل المعلومات تحقيقة الجنائية تسير الاتصالات بين الدول في مثل هكذا تحقيقات هل يمكن مثلا تحسين التعاون مع منظمات منظمات الانتربول عوض أتوجه نحو عقد معاهدة خاصة لمكافحة جريمة الإلكترونية شكرا أقترح أن تعطى الكلمة لكل من خبرائنا قبل أن نختم هذه الجلسة كمكنا ردوا على أسئلات وما تعريقتكم النهائية كريس ردا على هذا السؤال هناك أعلان أو اتفاقية بوتابيست تقريبا وصلنا 80 دولة وقعت عليها أو انضمت إليها وهناك مفاوضات حاليا في الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وهي مختلفة عن معاهدة الأمن السيبراني البعض يعتبر هذا العمل من أجل مكافحة الجنميك الرومينا فقط والبعض الآخر يعتبرها فقط وسيلة لإدخال حقوق الإنسان فيها سنرى أما الانتربول فهو من الوسائل الناجعة عندما كنت أعمل في الحكومة كنت رئيس مجموعة تصال G7 و G8 وهناك تنسيق بالفعل في مثل هذه الفضاءات هذا الفضاء في تطور وسيمس تقريبا كل أمالنا إذن إن لم نتبع عن كاتب من فاوضات الجارية في المتحدة وعلى صعيد الأقاليم المختلفة فسيفتون القطر وأعتقد أن الكلمة السرية هنا هي تعزيز القدرات وأقترح عليكم وأدعوكم لاتحاق بنا في ذلك وإن لم تكن أعضاء في GFC ندعوكم للانضمام إلينا نفس الشيء بالنسبة لأصحاب الشأن الآخرين وأنا أعتقد أن تعزيز القدرات يمكننا من تجنب الدرر وفي نفس الوقت الاستفادة من المكاسب الحميدة شكرا ميسا عودة للموضوع تعزيز القدرات أعتقد أن القطاع الصناعي له دور في ذلك بين الأمور التي نريد تحقيقها هي تحسين الأمن صالحي الجميع وهذا لا يتم بالضرورة بفضل التعاون بين الحكومات بل يتم عبر تعزيز القدرات وبعد ذلك انتهت عن التعاون في بعض أحيانا التعاون يتم في إطار تقسم المعلومات الخاصة بالمهددات ولكن أولا وقبل كل شيء هناك كثير من الناس الذين يحتاجون فقط لأدوات لمعرفة كيفية التواصل فيما بينهم شكرا سيدي الوزير هل عندك إضافة نعم أنا أعتقد أن هذا الموضوع بالغ التعاقد ويتطلب منا وجهة واضحة ومباشرة أو تواجها واضحة ومباشرة يتحدث كثيرا عن المعايير المختلفة وبالطبع نعرف أن اتفاقيات المعاهدات يمكن أن تخترق وهناك كثير من هذه الأمثلة على الرغم من توفر الممارسات الفضلة وعلى الرغم من الأمور الأخرى المتوفرة لكن هناك بعض الأبواب التي يمكن التقدم فيها على أساس من التوافق في الأراء كالدول النمية بالطبع المشكلة معقدة القدرات وتعزيز القدرات تعزيز القدرات أمر مختلف حسب المكان الذي تتواجد فيه إن كنت في بلد نام أو بلد متقدم إذن في الدول النامية كيف يمكن أن تعزيز المسؤولية بعد هجمة على الفضاء السبراني نحن نحتاج إلى تمويل التنمية وبخلاص أعتقد أن ينبغي أن نواصل النقاش حول هذه النقاط المختلفة على أن لا ننسى أنه لا نستطيع استهلاك كل وقتنا في إدارة الفضاء السبراني مع العلم أن هناك واجبات أخرى عظيمة لصالح ومنفعة بلداننا شكرا جزيلا الآن ننظر إلى المتحدثين عبر الإنترنت فلازال أمامنا نصف دقيقة متبقية إليزافيتا شكرا ختاما أود أن أشكر الزملاء الذين شاركوا في هذا النقاش وهذا سمح لنا أن نحسن من عملنا في مجال حماية الأطفال ويمكن أن تحصل على المزيد عن المعلومات بهذا استدد على موقعنا السبراني أتمنى أن نتمكن من حماية الأطفال في المجال السبراني شكرا تريسي هناك المزيد الذي يجب أن ننجزه من أجل أن نقوم بتعزيز الأمن السبراني وثقافته وهذا أمر يتطلب منه التواصل الأفضل والتنسيق الأفضل على المستوى الوطني وأيضا الإقليمي كما نحتاج إلى تحسين القدرات كتيتسا خمس ثواني شكرا جزيلا أن حقوق الإنسان عالمية ولا يجب أن ننظر إليها على أنها تتضارب مع السيادة ومن حيث المبدأ هناك قواعد قد قبلت بها الدول ووافقت على تنفيذها ففي نقاشاتنا حول مجال الأمن السبراني علينا أن ننظر في إمكانيات ضمان حقوق الإنسان وأيضا الإشراف عليها وهذا على أساس من التعاون الدولي إن التعاون يجب أن يتم من خلال القوانين الوطنية وختاما فإن السيادة وحقوق الإنسان لا يتضاربان إن هذه المعاهدة تتطلب قدر أدنى من الالتزام بالقانون قانون حقوق الإنسان الدولي وإن هذه المعايير تتعلق برفع مستوى المعايير الوطنية وهذا أمر يتطلب منا التعاون الدولي يتطلب منا المساعدة المشتركة أو المعاونة المشتركة وهدفنا يجب أن يكون واضحا وهي أن نعلي من شأن حقوق الإنسان بدلا من أن نستخدم السيادة كذريعة لعدم احترام حقوق الإنسان نريد أن نرى احترام حقوق الإنسان ليس فقط في الديباجة في هذه الوثيقة ولكن أيضا في داخل الفصول التي تتكون منها هذه الوثيقة وهذا ما أردت قوله وشكرا على دعوتي تريسي هل من كلمات نهائية لا أنا سأعطيك الكلمة أولغا ونحن تخطينا الوقت بدقيقتين شكرا على هذا النقاش البناء شكرا على تقاسم المعلومات وعلى التعاون أنا مؤمنة بقدرات البشر ونحن إذن لازلنا في هذه الرحلة وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الجلسة أشكر المتحدثين والجمهور وأشكر أيضا المشاركين عن بعد والخبراء عن بعد شكرا